مقتل المئات بسبب ارتفاع الحرارة في أوروبا أوروبا تغليك الصحراء زوبان مدرج قاعدة عسكرية بريطانية وغتريش يقول إنه انتحار جماعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية نذكركم بالصلاة والسلام على السيدنا وحببنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد قالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر في القوات العسكرية أن سلاح الجو الملكي أوقف الرحلات في أكبر قاعدة عسكرية تابعة له في المملكة بسبب الحر الشديد وقالت شبكة سكاي نيوز نقلا عن مصدر عسكري أوقف سلاح الجو الملكي البريطاني الرحلات في قاعدة برايز نورتون عسكرية بسبب زوبان المدرج إسرى موجة الحر الشديدة التي تشهدها بريطانيا وفي ألمانيا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش الإثنين من أن الحرائق المستعرة في أوروبا وغيرها من القارات في العالم إضافة إلى موجات الحر الخانق تشير إلى أن الإنسانية تواجه انتحارا جماعيا تحاول الحكومات على امتداد العالم التخفيف من تأثير الحر على المواطنين أو مساعدتهم في مكافحة النيران فيما خسرت أوروبا مئات الأرواح خلال أسبوعين من الحر غير المسبوق قال غوتريش الذي تحدث أمام وزراء أربعين دولة يعقدون اجتماعا للنقاش في الأزمة المناخية والاحتباس الحراري نصف الإنسانية في منطقة الخطر من الفيضانات التحصر العواصف المتطرفة والحرائق أضاف غوتريش قائلا لن تكون هناك دولة بمنأة عن الكوارث ومع ذلك نتابع إشباع إدماننا على الطاقة الأحفورية لدينا الخيار إما التحرك الجماعي أو الانتحار الجماعي الأمر بيدين ورغم بعض الإشارات إلى تراجع طفيف في الجنوب استمرت موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ الأسنين في التحرك شمالا بما في ذلك في اتجاه بريطانيا حيث أصدرت السلطات تحزيرات شديدة بخصوص الضقص تشهد مناطق أوروبية كثيرة موجة حارة يقول العلماء أنها تتماشى مع تغيير المناخ وارتفعت فيها درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية في بعض المناطق مع اندلاع حرائق الغابات في مناطق ريفية جافة بالبرتغال وأسبانيا وفرنسا وبدأت درجات الحرارة في بعض مناطق جنوب أوروبا في الانخفاض مطلع الأسبوع لكن الآلاف من رجال الإطفاء في جميع المنطقة لكن رجال الإطفاء في جميع أنحاء المنطقة ما زالوا يكافحون لاحتواء مئات الحرائق حرائق الغابات وقالت السلطات أن خطر اندلاع مزيد من الحرائق لا يزال مرتفعا للغاية تواجه إسبانيا منذ يوم الاسنين موجة حارة استمرت أكثر من أسبوع وتسببت في أكثر من 510 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة حسب تقديرات معهد كارلوس الثالث الصحي واحتراق أكثر من 173 ألف فدان في إسبانيا حتى الآن هذا العام وهو أسوأ عام خلال عشر سنوات بحسب البيانات الرسمية وفي الشهر الماضي دمر حريق هائل في سرار دي كويرا نحو 30 ألف هكتار من الأرض كما سجلت إسبانيا ثاني حالة وفاة ناجمة عن حرائق غابات بعد وفاة رجل إطفاء يوم الأحد وقالت سلطة الطوارئ أنه عصر على رجل يبلغ من العمر 69 عاما ميتا يوم الاسنين في منطقة اشتعلت فيها النيران وقالت وسائل إعلام محلية أنه كان مزارعا موجة من الحر غير مسبوقة تجتاح أوروبا سلم يا ربي سلم شكرا جزيلا دمتم في أمان الله